هذا رأى وزير الصحة الإسرائيلية لإدليشتاين من التسرع بالعودة إلى سوق العمل وتعليق إجاءة الإغلاق الأمر الذي قد يتسبب بموجة جديدة من فيروس كورونا في البلاد مشيرا إلى أنه ستتم العودة إلى المدارس بشكل متدرج بغضون عشات أيام إدليشتاين قال إنه ليس من الصواب تلبية مطالب الوزراء بالعودة السريعة لسوق العمل موضحا أن ذلك سيؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالفيروس وتوجه إلى إغلاق ثالث مضيفا أن على كاتس وتاقم الوزارة تحضر خطة اقتصادية لدفع تعويضات ومخصصات لأصحاب المحلات التجارية المتضررة جراء الإغلاق بدوره طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بني مينتنياهو تقليس مدة الخروج من الإغلاق واقترح وضع خطة جديدة لتقليس مراحل الخروج التسعة التي وضعتها وزارة الصحة وعرضه على كابينيت كورونا المقرر أن ينعقد يوم الأحد المقبل للمصادقة عليه ترجمة نانسي قنقر